شنت وسائل إعلام مخزنية حملة إعلامية الشعوى عشية موجهة اتحاد الجزائر أمام نهضة بركان المغربي في ذهاب نصف نهاء كأس الكاف حول أزمة مفتعلة بخصوص شعارات سياسية يحملها قميص نادي نهضة بركان جعلت الجمارك الجزائرية تمنع دخول بعثة النادي المغربي بأقمصة تحمل الخريطة المرسومة عليها وبعد الاجتماع التقني للمباراة الذي جرى أمس تقرر إجراء المباراة في وقتها المحدد مع تذكير بضرورة قدوم الفريقين للملعب في الوقت اللازم يشار إلى أن قوانين الفيفا والكاف لا تسمح باستعمال إعلانات سياسية غير مرخصة من البلد المضيف والفريق الضيف ملزم بإحضار قميص ثان خال من الإعلانات تحسبا لأي طارئ